السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهاردة حبيت اشارككم معي روتين الغداء غداء سهل وبسيط كده وكمان غير مكلف خالص اتصال جدا بما اننا بقلنا كام يوم في موجة برد كده فصراح كنت النهاردة ايما مش عارفة هتبخ ايه فقلت هعمل شربة عدس ويلا نودع العدس النهاردة اخر مرة نتبخ فيها عدس في الشكا السنة دي وكمان داخلين على رمضان كل سنة وانتوا طيبين نبدأ كده نشوف النهاردة روتين الغداء بتاعنا نسمي الله ومصلي على الرسول ونبدأ على بركة الله نبدأ كده مع بعض باسم الله طبعا مكونات شربة العدس وكلنا عارفينها ومعايا هنا كوباية شعرية كوباية عدس بصل وتوم ويفلفل اخضر وكمان طماطم وجذر متقطع مكعبات وكمان هنا نهق لي طبق بتنجان كده جنب شربة العدس بتاعتي فقطعت البتنجان ورشيت عليه ملح وسبته شوية علشان ما اشربش معايا زيت عايز اقول لكم هنا بس اهم حاجة لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ونشوف مع بعض ونكمل طريقة العدس بتاعنا عايز اقول لكم انا من يوم ما جربت طريقة تشويح العدس دي ومكونات العدس مع بعضها بتديني شربة طعمها حلوة اوي 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 بطلت خالص ان انا حطت كل المكونات وحطت عليها مياه وسلقها كده وخلاص لأ التشويحة دي بجد بتديني احلى شربة عدس فحطيت كده في حلة شوية من الزيت وكمان نزلت عليهم بالبصلة والطوم الصحيح اللي معايا ونزلت عليهم بوحدة جزر زي ما احنا شايفينها مع بعض ده من الجزر اللي انا بعمله في روز انت عندي ما باستغناش عنه دايما زي ما قلتلكو لو مفرزة بسلة لوحدها بحط عليه جزر من ده باستخدمها كده في اي شربة باستخدمها شربة عدس شربة خضار مثلا بحطه في شربة الفراخ او مرأة اللحمة والحاجات دي بتبقى حلو قوي تمام ممكن كمان باستخدم الجزر الفروز انت ده واي اي نوع عصير مثلا لو بعمل عصير جزر بالزبادي بعمله او بعمل عصير جزر بالبرتقون يسفي اي حاجة بدخل فيها الجزر فباستخدم من الجزر ده حطيت باقي المكونات عايز اقول لكم اضافة الفلفل في شربة العدس يا جماعة بتديها قيمة غذائية عالية وكمان بتديها طعم حال وما تخافيش خالص من ان انت تضيفي وحدة فلفل ويا شربة العدس عايز اتضيفي بطاطسايا كوسايا كل الحاجات دي بتثبت معي القوام بتاع شربة العدس ولكن الجزر بيقوم بالموضوع ده كله بيثبت القوام وكمان بيزبط اللون بيبقى حلوة قوي لو متوفر عندك الحاجات دي وبتحب تضيفيها زي الكوسا والبطاطس دي فيها مش حابة تضيفيها مفيش مشكلة يعني انا مثلا متوفر البطاطس ومش بحب اضيفها عادي يعني تمام خلاص كده بعد ما شوحت كل المكونات بشوية بقى بسيط من الكمول والفلفل الاسمر حطيت عليهم مية ويبسيب الغطم وارب كده واسيب العدس يستوي على مهله ويا الخضار بتاعي ده كل حاجة بتكون يستوت هسيبه لما يبرد تماما وبعدين افرمه في الخلاط وصفي كويس تمام بعد كده جبت الحلة اللي هحمر فيها الشعرية حطيت فيها شوية زيت وكمان نزلت كده بايه بالشعرية بتاعتي كوباية من الشعرية نص كوباية موضوع الشعرية دي حاجة ترجع لك انتي ايه لو انتي بتحب الشعرية كتير او قليل في شربة العدس الشعرية علشان ناخد لون موحد ما بطلش تقليب زي ما احنا شايفين مع بعض كده نرمه توسطة واقلب اقلب على طول علشان تكون لون موحد وحلوة ويكون لونها حلوة يا العدس ما فضلش خالص ان احنا نضيف الشعرية بيضة زي ما هي لازم ان نحمرها الشعرية تحمرت وبقت زي الفل كان العدس معايا برد وفرمته في الخلاط وصفيته هضيف بقى العدس بتاعي بالنسبة لقوام العدس هنا دي حاجة ترجع لك انتي بتحبيت ايه الخفيف بتتحكمي بان انتي بتضيفي كوباية او كوبايتين من الميا او الشربة الفراخ لو عندك مرأة ضفت هنا شط اختياري وكمون وزبطنا الملح ودي اهم حاجة لشربة العدس طبعا انا هعمل جنبه رز ابيض فغسلت كده كوباية من الرز وحطتها على النار علشان تستوي جنب شربة العدس بعد بقى ما الرز يغلي كده وياخد الغلوتين بتوعه هنقله على نار هادية وابدأ ان انا اقلي معاكو البتنجان بتاعنا بحب اوي كمان من ضن الحاجات الحلوة اللي لو انتي مش عارفاها او لسه جديدة تخش المطبخ لما نيجي نقلي بتنجان بطاطس اي حاجة حاول تقلي في كسرولة او حالة الحاجات دي بتبقى حلوة قوي بتمنع الترتشا وبهدلت البتجاز ولسوعة اليدين والكلام ده كلنا هنا بوريكو ان الملح اللي انا رشيته على البتنجان نزل المي بتاعة البتنجان فمش هيخليها تشرب معايا زيت خالص نرجع تاني لان احنا لما نيجي نقلي بطاطس بتنجان اي حاجة طعمية اي حاجة بنقليها نحاول نقلي في كسرولة او حالة علشان ما تبهدلش معايا البتجاز ما تلاسوعش ادينا وكمان يفضل ان لو الحالة اللي انت هتقلي فيها دي استلس انصحك بجد بجد ان انتوا تحاولوا من النهاردة تقلوا في حاجة استلس لو جدران الحالة بتاعتك اللي استلس اغمقت من درجة الحرارة بتنضف بسرعة جدا بدون دعك بقى او بهدلة وعايز عضلات علشان ننضف الالمونيا لما بتسمر من النار وكده لا خالص اللي استلس تحفى مش بيحتاج غسيل كتير ولا مجهود ولا حاجة بحطة سلكة كده او السبونشة الخشنة بتاعتك وبتلاقي بينضف بسرعة بجد شايفين حتى مفيش بهدلة البتجاز ولا ترتشع حتى لو بحط البتنجان بايدي مفيش اي مشكلة طبعا البتنجان خد لون حلو وبدأ تشيله هتشوفوا معايا لون الزيت صافي شايفين ويه الحالة بتاعتي درجة الحرارة طبعا بقلي على نار وسط فالبتنجان بيستوي بياخد لون حلو هنا بوريكو شربة العدس غلت معايا مهم جدا ان الغطى بتاع شربة العدس يكون موارب يا جماعة علشان العدس بيفور زي اللبن بالزبط ممكن يغرق لك بقى الدنيا كلها لو فار والغطى مقفول البتجاز بتاعك هيتبهدل في حولي دايما تبقي فاكرة كده ودماغك كده في وسط راسك زي ما بيقولوا علشان العدس ما يبهدل لكيش الدنيا انا في الاول كنت بقع في الغلطات دي وكانت الدنيا بتتبهدل معايا بس خلاص بقى نفوق بقى شوال تمام هنا لون البتنجان حلو مشربش زيت معايا ولون الزيت صفي وحلو ازاي كان هنا فلفلتين كده قلت يلا نحمرهم يدونا شكل حلو وكمان طعم الفلفل ببقى جميل عملت طش التومة كده للعدس بتاعي وضفتها عايزة تستغني عنها ما فيش اي مشكلة لكن انا كنت ضيفة توم قليل في شربة العدس فالصين تلاتة بس فخلاص كده هنا عندي هريسة شطة بتكون دايما جاهز عندي في الفليزر عايزة اقول لكم دايما جاهزوا الحاجات دي بتنجز ويبتدي طعم حالو بتكون يعني لسه اقطع بقى الشرطوم واقطع فلفل وعصو اللمون ودقف اللهون الحاجات دي كلها لا خالص هتطلعي هريسة الشطة بتاعتك طبعا ممكن تعمليها بفلفل اخضر كمان وفلفل احمر او الاتنين على بعد زي ما تحبي المتوفر عندك ضفت عليها شوية ملح وكمون وعصرة نص لمونة وبتبل بيها البتنجان عايز اقول لكم بجد طبق البتنجان ده بجد يفتح النفس جنب شربة العدس جنب كشري اسفر جنب كشري الفولي الاخضر بجد بتبقى حالوة تفتح النفس كده وجميلة لو انت بتعمليه بقى على فطار جنب فوله طعمية والحاجات دي بتبقى جميلة الفلافل كده وهي البتنجان والدقة وبطاطس محمرة بيبقى خطير جاهز كده معايا طبق البتنجان المتابل بالدقة واللمون عايز اقول لك طعمه طحفة خلاص بقى خلصت كل حاجة الناس بقى اللي بتحب تاكل بصل اخضر جنب شربة العدس بتراحتها تعملي فتة براحتك براحتك خالص هنا انا هعمل جنب رزة ابيض ونبدأ بقى نغرف العدس شايفين قام العدس ولونه طحفة عايز اقول لكو ريحته بقى كمان ريحته ريحته بجدة افتح النفس شايفين الجمال طلع كمان طبق مخلل من المخللات الحلوة اللي احنا بنعملها مع بعض ونحطه جنب الاكلة دي غدا شعبي كده اكلة شعبية جميلة غير مكلفة بقى ولا الحم ولا حاجة لا انسوا طبق البتنجان ده والعدس كفيل بان انت تكلي احلى اكلة كده وتشبعي اتمنى يكون روتيني الغدى النهاردة عجبكو وكمان تجربوا طريقتي في العدس دي تبقى حلوة قوي لما تجربيها ان شاء الله هتنسي العدس المسلوق خالص وان شاء الله تشوحي بعد كده ويطلع معاك طحفة لون وقوام وطعم وريحة وجمال هيل جدا اتمنى تجربوا الاكلة ويلا كلنا نودع العدس وبالهما اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي اشتركوا في القناة